مشروع من المشاريع السهلة جدا والغير مكلفة اطلاقا لنجد بكل بساطة مشروع اليوم بدون مكينات او خلوط انتاج او اي مسلزمات مكلفة في المقابل مشروع مربح جدا بازن الله يعني تقدر تقول عليه مشروع المعادلة الصعبة مشروع غير مكلف نفس الوقت مشروع مربح جدا مشروع نهاضة اول مرة بيتم عرضه على القناة نتكلم بازن الله عن مشروع تربيه عسل النحل او مشروع منحل عسل من خلال فيديو نهاضة هنتكلم على اكتر من نقطة في هذا المشروع هنتكلم ان شاء الله على مسلزمات مشروع تربيه النحل والخطة الانتاجية في العام نتكلم كمان على المساحة والموقع المثالي للمشروع وكافية نقل الناحل الى المنحل المواد الخان المطلوبة للمشروع والعمالة والملابس المناسبة للبشتغل في هذا المشروع والمتجات اللي ممكن تحصل عليها من خلال منحل العسل كمان نتكلم على عواب النجاح المشروع واخيرا تسوي منتجات المنحل بالنسبة للمساحة والموقع المثالي لهذا المشروع يحتاج المشروع منحة لحصل الى مساحة لا تقل على مية خمسة وسبعين متر مربع في ارض خالية لا تحتوي على اي حشائش يجب ان يكون موقع المشروع في منطقة زراعية مليئة بمصادر الرحيق وحبوب اللقاح زي ارض الزراعية البرتقال والليمون والبرسيم كمان بالنسبة للموقع انه لا يكون هناك منحة قريب اخر في المنطقة كمان يجب توفر المصدر للماء ومصدر للكهرباء لامكانية تشغيل معدات اللازمة يجب الابتعاد نهائيا عن مزارع تربية المواشي او تربية الدواجن او مزارع الانب وده عشان الرواحة السيئة اللي بتسبب فيها هياج النحل الابتعاد عن الطرق بمسافة لا تقل على مية متر حتى لا يتأثر النحل وانتاجه من العسل باعوادم السيارات ان يكون الموقع بعيد عن المناطق السكنية كمان يجب عمل مصدات للرياح حتى لا يتأثر النحل بهبوب الرياح الشديدة وخاصة لو كانت عكس اتجاه حقول الرحيق بالنسبة للمسلزمات مشروع تربية النحل المسلزمات هنا عندنا فيه متطلبات خدمية لهذا المشروع ومتطلبات من ناحية عدد والأدوات بالنسبة للمسلزمات الخدمية لهذا المشروع رقم واحد تجهيز ارض المنحل بحيث تكون مستوية بشكل جيد بعد كده يتم تقسيمها الى مصاطب من جهة الشرق الى الغرب بحيث تكون مصاطب كل مصطب حوالي مترين الحاجة الثانية يجب زراعة المساحات بين المصاطب بالاشجار المسمية زي نباتة عبد الشمس وده في موس بركود النحل الحاجة الثالثة ينشاء مظلات من التكعبات الخشبية الارتفاع حوالي مترين ونصف وزراعة نباتات متسلقة حولها وده عشان تعطي ظل طبيعي للنحل في فصل الصيف الحاجة الرابعة محتاجين مصدر للكهرباء متين وعشرين فولت للإنارة وتشغيل الألات والمعداد كمان محتاجين مصدر للمياه النظيفة بعد كده إقابة مصدات للرياح من أشجار الكفور أو إنشاء صور من النباتات المزهرة حول المنحل بعد كده من المتطلبات الخدمية لهذا المشروع إنشاء هيكل خلية هو عبارة عن قاعدة كأرضية في أسفل خلية وسندوح الضانة وسندول العسل وكل منهم بيحتوي على عشرة براويز وغطائين واحد داخلي والآخر خارجي وده الحماية من الأمطار كمان لازم يكون هنا عندنا المنضج وده عبارة عن إناء كبير لحجم مزود بصنبور في الجزء الأسفل بيتم وضع العسل به لمدة أسبوع تقريبا ده عشان يطفو الشمع والشوايب الأخرى على السطح ويتبقى فقط العسل الناقي في أسفل الإناء ويتم إنزاله من الصنبور آخر حاجة عندنا المتطلبات الخدمية وهي إعداد إبريق صهر الشمع بحيث يتم وضع الشمع في تجويف ووضع الماء في تجويف آخر وعند تسخين الإناء بين صهر الشمع ويتم وضعه على حفة الفرخ الشمعي المثبت في الإطار بالنسبة للمتطلبات من ناحية أدوات والمعدات عندنا أدوات هنا بنحتاج أدوات الفرز وأدوات للنحالة حاجة تانية من المتطلبات إعداد طرود النحل ودي كل طرد بيحتوي على بروزين لحبوب اللقاح والعسل ويجب أن يكون مغلف بشكل جيد وده عشان ما تستربش منه النحل بنحتاج بعد كده كمان أدوات للتغذية بنحتاج بعد كده حاجة اسمها المدخن وده عبارة عن أداء بيتم بها تدخين على النحل لتسهيل عملية الكشف عن الخلايا بنحتاج كمان حاجة اسمها العتلة ودي عبارة عن أداء مصنوعة من المعدن يقوم النحال باستخدامها لتنظيف خلايا النحل والتخلص من كميات العسل الزائدة حاجة اللي بعد كده بنحتاج أوعية بيتم فيها تجميع العسل بداخلها قبل تعباتها داخل البرطمانات المخصصة لذلك بنحتاج كمان فرشة نحل ودي عبارة عن فرشة مخصصة لإبعاد النحل عن الخلايا في وقت فحصها بدون الحق الأزى بالنحل بنحتاج كمان إبريق لسهر الشمع ومصيضة للتخلص من دبور البلح اللي بيقوم بالهجوم على خلايا النحل بنحتاج كمان سنة ديء نقل للنحل في أوقات الهجرة والتنقل بالإضافة لبعض الألبسة الوقتية والمجهزة بقناعة وخفزات وحماية ده نتكلم عليها بعدين بالنسبة لمواد الخامل لهذا المشروع بنحتاج طرود النحل وتكون من ملكة ومجموعة من الأفراد لتعمير الخلايا بنحتاج خمات تغذية تنشيطية لتعويض النقص الغذائي في الفصول الصعبة زي ما حديد السكر النقي كمان بيحتاج خمات تنمية وضي عبارة عن أفرخ من الشمع اللي عالي الجودة بيحتاج كمان معدات تسويقية للتعبئة والتغليف منها الورقية أو الزجاجية أو المعدنية بالنسبة لعمال المطلوبة لمشروع منح العسل المشروع مش محتاج منك مجهود كبير أو مرأبة مستمرة وبالتالي مش بيتطلب منك إلا بس بعض من الجهد والوقت والمتابعة الدورية في بعض الجماعات الزراعية بتقدم دورات هدريبية في مجال تربية النحل وانتاج العسل وده عشان تعد عمالة مؤهلة للتعامل مع خلايا النحل بأفضل الطرق نجد نتكلم على حاجة مهمة جدا بعد كده وهي الملابس المناسبة للي بيشتغل في هذا المشروع رقم واحد لفرغول وده عبارة عن ملابس سميكة مغلاقة تماما لتحمي النحال ملساعات النحل كمان بتمنع تسرب النحل إلى داخلها حاجة التانية القناعة السلكي وده عبارة عن غطاء بيلبس النحال ليحمي منطقة الرأس والواجه ملساعات النحل حاجة التالتة القفاز وده عبارة عن غطاء اليد طويل الأكمام وده وظيفته انه بيحمي يد النحال ملساعات النحل وده غالبا بيكون مصنوع من الجلد حاجة اللي بعد كده نتكلم على كيفية نقل النحل إلى المنحل في بعض الخطوات اللي انت يجب ان انت تتبعها عشان تنقل النحل إلى المنحل بطريقة آمنة رقم واحد بيتم وضع الطروض في سندية خشبية وده مش بيتم إلا بعد تجهيز المنحل حاجة التانية بيتم وضع الخلايا الخشبية تحت المزلات بحيث يتوفر داخل كل خلية خمس براويس خالية من النحل بيتم بعد كده وضع الطروض المملوقة بالنحل فوق الخلايا الخشبية هنا لا يتم يخراج النحل إلا بعد تمانية واربعين ساعة وده عشان ما يرجعش إلى منحله الأصلي بعد كده بيتم فتح الطروض عشان يبحث عن رحيق الأزهار لو جنت كلامنا على الأرباح السنوية لمنحل العسل تختلف الأرباح من بداية شراء الطروض في أول سنة عن السنة التانية يعني السنة التانية بتختلف في الأرباح أول سنة أنت حددك بتشير الطرد في شهر مارس بيتم العمل على الطرد حتى شهر يونيو شهر ستة لغاية دخول الموسم باخد أول فرزة اللي هي فرزة البرسيم أو أطفة البرسيم بعد كده ببدأ أشتغل عليه مرة تانية تبدأ أنك تزبط البراويز لغاية موسم الفرزة التانية اللي هي فرزة الأطن والعباد أول موسم أنت تستفيد من المشروع في إنتاج العسل فقط في الموسم الثاني أنت تستفيد أن يكون عندك الطرد أصبح خلية الناس اللي بتشغل صح في موضوع التغذية خلال شهر الشتاء بتلاقي في شهر مارس إنتاج كويس جدا إنتاجة الخلية من ثلاثة إلى خمسة كيلو لو هتغذي بالتغذية العادية بالنسبة للتقل الإنتاجية لو مثلا عندك مية خلية في المنحل إنتاج العسل في العام الأول بيكون حوالي ألف كيلو ومية طرد الخلية الوحدة بتنتج عشرة كيلو سنويا في المتواصل كمان بيكون عندك إنتاج عشرة جرام من غزاء ملكات النحل لكل خلية ما يعادل كيلو سنويا طب إيه منتجات اللي أنا ممكن نحصل عليها من هذا المشروع عندنا رقم واحد عسل النحل حاجة التانية حبوب اللقاح ممكن كمان تحصل على الغزاء الملكي إنتاج الملكات الشمع إنتاج الطرود كل دي منتجات ممكن تحصل عليها من خلال هذا المشروع بالنسبة للتسويق ودي حاجة مهمة جدا في أي مشروع عندنا رقم واحد من أهم مراحل التسويق هي الإعلان عن المنتجات بأكتر من طرية ومنها طريقة مهمة جدا وهي السوشال ميديا للإعلان على المنتجات طبعا هنا السوشال ميديا زي الفيسبوك والتويتر والإستجرام والتيكتوك وكل برامج السوشال ميديا دي حاجات مهمة جدا أنت بتعمل صفحة على الفيسبوك وبتعمل فيها منتجاتك وبتعمل فيديو تصير بيوضح المنتجات بتاعتك بصورة يعني جزابة للعميل هنا ان شاء الله البرامج والسوشيال ميديا خاصة لو كان الاعلان ممول او مدفوع بيصل العميل المستهدف بشكل كبير وبشكل اسرع حاجة تانية تقديم سلعة منافسة للموجود في السوق من ناحية الجودة والسعر ودي حاجة مهمة جدا لما يكون عندها جودة كويسة وسعر كويس اكيدة يكون لقبال عليك بشكل كبير في حال كانت المنتجات جيدة ومنافسة ممكن هنا تسواءها في دول تانية غير دولتك يعني تصدر لدول تانية وبالتالي بيكون لارباع عندك فيها زيادة بشكل كبير التوزيع على محلات البقالة والسوبر ماركت ومحلات الكبيرة باسعار الجملة ممكن كمان انشاء محل عسل والبيع من خلاله بسعر التجزيع للمعملاء نجد نتكلم على اخر حاجة معنا وهي عوامل نجاح هذا المشروع رقم واحد من عوامل نجاح المشروع وهي اقامة المشروع في منطقة فيها كتير من الظهور وده الحصول على انتاج جيد المحافظة على نظافة المكان بشكل مستمر الحرس على انتقاس للا نقية للنحل وشرقها من مكان موصوق فيه وجود عامل او نحالة تمتع بالمهارة اللازمة للتعامل مع خلايا النحل وكمان الامانة نقل النحل من مكان الاخر بساعد في زيادة الانتاج وده اسلوب من الاسلالة المستخدمة في كتير في تربية النحل وبيسمها التطريد التعرف على الامراضة التي قد تصيب النحل وطرق التخلص منها وده برضو من الحاجات المهمة جدا هنا الاهتمام بنظافة المكان والاهتمام بخامة بتاعتك وهي استدالة النحل مشروع طلبيت النحل من المشروع المربحة واللي مش بيحتاج منك كتير من المتابعة لكنها تغطط تكليفتها في العام الاول وما العام التاني بيزاد عامل للربح بنسبة مية في المية ده كان مشروع النهاردة عزامي شهديم مشروع من المشروع السهلة المربحة جدا بإذن الله واللي بيحقق لك ربح من تاني سنة يعني اول موسم ممكن انت تسترد فيها رأس المال الموسم التاني ان شاء الله بيكون عندك ارباح بنسبة مية في المية طبعا هنا النصيح اللي بقدمها لك ان انت لازم تاخد فكرة شاملة وفكرة كبيرة عن هذا المشروع ما ترحش تبدأ المشروع مجرد انت بتشوف فيديو او اتنين لازم تاخد خلفية كبيرة جدا وتعرف ان حالين لانت هتشي منهم النحل طبعا انت لسه في بداية مشروعك فلازم تاخد احتطادك بشكل كبير جدا وتاخد حذرك في اي مشروع مش هذا المشروع فقط من خلال الجمعيات الزراعية زي ما قلت لك من خلال النحلين اللي هما بيكونوا على مصدر من الثقة والامانة في نهاية الفيديو اعزائي مشاهدين اتمنى احتكم دماغة وتفعيل ان شاء الله في حياتكم العملية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واضغط على زر اللايك للفيديو اشكركم جدا اعزائي مشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته